ستكون أنظار الكثير من المواطنين المسجلين في عملية القرعة لحج 2019 يوم السبت موجهة صوب مختلف مراكز إجراء القرعة في جميع ربوع الوطن أجواء استثنائية سيعيشها الكثيرون فالأمر يتعلق بشرف زيارة بيت الله الحرام تسهيلة تسعى لتوفيرها السلطات السعودية بالتنسيق مع الديوان الوطني للحج والعمر هذه السنة هناك توجهات إن شاء الله إلى أصلاً نعمع الرقمنا منذ فترة فنحن نصدر تقريباً لديوان الحج والعمرة تصل أوقاتاً إلى عشرة آلاف تأشيرة في اليوم إذا أقل شيء ربما عملنا فيه هو 1500 يومياً خصوصاً أن المعتمرين الجزائرين تجاوز عدد المعتمرين في العام الفائت نصف مليون معتمر وأكثر من 37 حاج ولكن نتوقع الزيادة إن شاء الله في هذا العام ربما قد نصل إلى 550 ألف أو 600 ألف معتمر منح التأشير إلكترونياً هو ما تعمل على تطبيقه في أقرب الأجال السلطات السعودية والخارجية الجزائرية كإجراء جديد للتخفيف أكثر على الحجاج والمعتمرين بالنسبة للرقمنة إحنا عملنا لها والديوان يسعى لذلك وهناك توجه من وزارة الخارجية إلى أن تصبح الجزائر منح التأشيرات عن طريق الأي فور بدلاً من التأشيرات اللاصقة ربما يكون إن شاء الله قبل رمضان تبسيط الإجراءات على الحجاج والمعتمرين والانطلاق مبكراً في عملية اختيار الوكلة المعتمدة لموسم حج 2019 لتأتي ثاني الخطوات بالكشف عن أسماء الفائزين في رحلة العمر نحو الأراضي المقدسة